ده بنعلم الناس إزاي تتكيف مع الضغوط يعني في بعض المهارات أو التدريبات العملية اللي بتساعده على أنه هو يتكيف مع الموقف الضاغط ده هل في حاجة ممكن تقول؟ هل ندوتي إن إحنا نجرب نعملها مع نفسنا؟ يعني مثلا أقول لك حاجة إحنا بنستخدم طبعا مثلا في الجلسات النفسية واحد جايلي يقول لي أنا بتوتر مثلا لما بتعرض للمواقف أو لما بقابل المدير بتاعي فبتوتر وحس إن أنا قلقاني يعني فبندربه على حاجة اسمها التعرض مهارة نفسية اسمها التعرض إيه بقى ده؟ تعرض تلتة أنواع تعرض تخيلي تعرض تدريجي تعرض مفاجئ إن أنا بقول له تخيل إن أنت قابلت الشخص اللي أنت بتتوتر لما تقابله أو المهمة اللي أنت بتحس فيها بالتوتر وتخيل إنها انتهت بسلام والموضوع انتهى بشكل إيجابي فمجرد التخيل ده هيدي تهيئة عقلية إنه هو لما يتعرض بالفعل للموقف هيبقى مش جديد عليه زي الطالب الضبط اللي بيذاكر قبل الامتحان هو لو عرضتوا للمتحان مفاجئة كده فهيبقى متوتر لكن لما يبقى فيه نمزج أسئلة وإجابة قبل كده فدي هتساعدوا إنه هو ده تعرض لإيه التخيل فيه تعرض تدريجي إنه هو يعني إيه تدريجيا يقرب للموقف بس مش مباشرة يعني بعد كده تعرض المفاجئ بقى إحنا كمان يعني فيه ناس اللي هي عندها وسواس قهري وضغوط نفسية بنساعدها بالطريقة دي لأنه عايز أقولك إنه معظم للترباط النفسية هي نتج عن إيه ما هي نتج عن الشعور بالضغط وما تعليكش لأن الضغط في البداية بيبقى الأمور بسيطة بقرة التوتر ومضغوط ويقول كده هي الفكرة في إدارة الضغوط دي يعني أنا مثلا لو لو مثلا أنا شلت شلت مثلا الموبايل دا كده على إيدي هو لمجرد ما أنا شلته دلوقتي هو خفيف دلوقتي لكن لو فضل فترة نص ساعة طب ساعة بنفس الطريقة بلزبط بنفس الطريقة اللي أنا شلت بيه هدية أنا تعبت بقى العلم إن أنا ممكن نحطه كده هو الموضوع بسيط خالص إن أنا فيه طريقة للتكيف مع الموقف ودي بتبقى مفيدة جدا طبعا فيه أسباب بقى للتوتر والضغوط دي فيه أسباب داخلية وأسباب خارجية أسباب خارجية اللي هي المجتمع اللي أنا عايش فيه فيه ضغوط اقتصادية بتفرض نفسها علي ترجمة نانسي قنقر